السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم يا إخوان عدة أخبار وغنبدوها بالأخبار اللي كتتعلق بالحدود المغربية اليوم يا إخوان مسؤول في وزارة الصحة المغربية كيتكلم على أنه بسبب السلالة أوميكرون قد تتأخر عملية فتح حدود المغربية وغنتكلم دائما يا إخوان فهذا الفقرة على القنصلية الإيطالية في الضار البيضاء يا إخوان لكتأخر يا إخوان بوحد طريقة مبالغ فيها فيما يخص الفيزة ديال التجمع العائلي والناس يا إخوان كتار من 14 هيكت سنة هات الشي رأها بزاف وغنتكلموا على هذه النقطة ونتكلموا على الخبر اللي كيتعلق بالرايانير والمغادرة ديالها يا إخوان بمرة للمغرب واشهد الخبر صحيح أو خبري إخوان عير كاذب وغنتكلموا كذلك يا إخوان على القانون اللي كتوجد فيه الحكومة الإيطالية كتوجد يا إخوان في قانون تعويضات جديد اللي غيخص القيطات ciud exhausted قيطات cues خصوصا ديال السياحة غادي نتكلموا فيق tail على القانون الك تواجد فيه كذلك من أجل فاتورات ديال الغاز والدو ولذلك يا إخوان غن نتكلمو على اقتراب آخر أجل يا إخوان اللي تجيل الأبناء في المدارس قالت قريبا حوالي عشر أيام باش تسجلو لها ذاكم في المداياس خصوصا المدارس التنوية يا إخوان اللي كين فيها عدة اختيارات غنتكلموا كذلك يا إخوان على بريتانيا اللي كتودع القوانين المفروضة لمواجهة الوباء ولمواجهة إخوان السلالة وميكرون وكتقول باي باي لكمامة وكذلك إخوان لغريم باس غنتكلموا كذلك إخوان فهد الفقر على الجارية المغربية ومجمر اللي في مدينة ريت جويميليا يا إخوان كاد أن يتسبب في مأساس والحمد لله السيدة يا إخوان أراها خرجت من السبيطار عير البارح والحالة ديالها أراها جد ممتازة غنتكلموا كذلك إخوان على عدة أخبار أخرى وكيفما العادة كنبغي شكركم جازيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي لم تشاركاش اشتركوا يا إخوان باش وقت تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غادي مشون تكلموا على المداريس والتقياد ديال الأبناء في السنة الدراسية القادمة كنتكلموا على السنة الدراسية سنة 2022-2023 بطبيعة حالي إخوان باش تسجلوا الأبناء ديالكم في المداريس الإبتدائية الإعدادية والتنوية رأي عندكم وقت يا إخوان من أربعة في الشهر واحد إلى غاية 28 في هذا الشهر يا إخوان يعني حتل تمني ديال الليل ديال النهار 28 في هذا الشهر من بعد يا إخوان غادي سكاضي الوقت باش تسجلوا الأبناء ديالكم في المداريس اللي هم يختاروا وطبيعة حالي إخوان لمسألة دي الاختيار للمداريس إلا كانت سهلة في الإبتدائي والإعدادي الأمر يا إخوان أكثر صعوبة فيما يخص التنويات ولذلك أمام الاختيارات الكثيرة اللي كيخول النظام الدراسي هنا في إيطاليا صراحة يصعب الاختيار الأطفال اللي كيقرأوا حاليني إخوان في التارسا ماديا غايكونوا يا إخوان تلقاوا بعض الإرشادات من المداريس ديالهم من الأساسية ديالهم كذلك كانوا بعض اللقاءات اللي ربما تقدر تكون عن طريق الانترنت اللي كتعرفوا ببعض المداريس اللي قدروا بشوي تسجلوا فيها ولذلك رأيكين عدة اختيارات من التنويات اللي هي علمية تقنية مهنية وكذلك إخوان فنية وعدة يعني اقتراحات اللي هي كثيرة ومتعددة بطبيعة الحال النصيحة الأولى والأخرى يا إخوان ممكن أننا نتكلموا على هذه المداريس ونشرحوهم ولكن كيبقى الشيء الوحيد اللي خاصة العائلات يهتموا ليه هو أنه ذك الطفل وذك الشاب مزيان أننا ننصحوه ومزيان أننا نرشدوه ولكن خاصة نشوفوا الأشياء اللي هو كيحبها كتر لأنه صراحتني إخوان الأخطاء اللي كيطوحوا فيها بعد الوالدين بعد المرات وما أنه هو ما كيكون يتمنوا بعض الأشياء وكيبغيوا يفرضوا على الأبناء ديانهم وهذا الشي اللي بطابة يتحلي إخوان معمروا ما غد ينجح الطفل اللي عزيز عليه واحد الحاجة وكيشوف راسوا فيها وكييتمناه وبغي يوصل لها ميمكش أنه انتايا لأنه انتف لبال ديالك لابن ديالك بغي يولي طبيب غا تقول لي لن تدكي وعندك الداكة اللي قدر يوصلك لطيب سير دير الطيب لهو يا عنده أشياء أخرى رطابة الحالي إخوان رأى هذا المثال اللي كي نقول لكم يعني واحد الطفل اللي عنده ميول أدبي ما يمكنش لك أنك تلزم عليه أشياء اللي هي علمية والعكس صحيح ولذلك الواحد آهم زيان يرشد الأبناء دياله ويوجههم ولكن تانو يا إخوان واحد عينه وميزانه ما يحاولش أنه يفرسي بزاف لأبناء دياله وحاجة تانية اللي غادي نصحكم عليها يا إخوان هو أنه يحتاط بزاف حتى من الصداقات ديال الأبناء دياله لربما بعض المرات إخوان كيكون عندهم يا إخوان واحد دور كبير بزاف لإختيار ديال المدارس لأنه اللي كي يوقع يا إخوان من خلال التجارب هنا في إيطاليا مش بحل المغرب المغرب الأبناء وأنا رأيها قريت في المغرب وقريت هنا المغرب اللي كتقل معاه اليوم كتقل معاه هات السنة ما كتلاقش معاه السنة اللي من بعد ولذلك هنا في إيطاليا مش بحل المغرب هنا ربما الشخص اللي قريت معاه في الإبتدائي فتح ديري تقدر تلقى معاه سفل باك ولذلك هنا بعض الأطفال اللي كيتأطرب الصداقات وكيتجمعوا خمسة ولاستسة وكيختاروا واحد المدرسة لبعد المرات هذه المدرسة تقدر تكون عندها يا إخوان واحد المنفعة على هذه المجموعة كاملة يقدر يكون المستوى ديالهم زيان ولذلك واحد الأبن اللي مثلا يقدر الدراسة دياله المستوى دياله وما يوصلوش لديك المدرسة صحابه يزعموه ووصلوه لديك المدرسة ويعونوه حتى في الدراسة ويكونوا معاونين وكتكون هنا هي إفادة ولكن حتى أطوي لك أن ديك المدرسة يعني النفو ديالها نازل شوية يقدر واحد الطفل اللي يدكي وعنده مهارات عير بسبب الأصدقاء دياله اللي هو يمتعود أنه يتلقى معهم ويشوفهم وعنده معهم واحد صداقة طويلة بزاف يقدر يبشي لديك المدرسة اللي نفو ديالها نازل وغادي يتأثر بها يا إخوان والنفو دياله غادي يتقص ومني غادي يوصل للمرحلة ديال الجامعات غايكون يا إخوان التحضير دياله للجامعة ما غايكونش في المستوى بسبب المدرسة اللي اختارها لذلك إخوان الواحد يحتاج عرف هذه النقطة وفيما يخصي إخوان الاختيارات راها عدة ونقدروا نطرقوا لها لبغيتوش نهار ولكن إجمال يعني إخوان هاد شريكين را عندكم من نهار ربعة إلى غاية ثمانية وعشرين حتى ثمانية دات الليل باش الدخلوا تقايدوا ولادكم وباش الدخل يا إخوان راها كيل الموقع ديال الحكومة وبطبي يتحالي إخوان خاصكم لا بالدسبيد اللي ما عندوش يديروا يا إخوان باش يقدر يسجل أبناء دياله في المدرسة وفي السنة الدراسية القادمة فهذا الفقر يا إخوان غنطرقوا ثلاثة مواضيع مهمة واللي هي يا إخوان تتعلق بالحدود المغربية تتعلق بالرحلات البحرية الروطار اللي كتديري إخوان القنصرية ديال طاليان في الفيزا وكذلك يا إخوان غنطرقوا على الخبر اللي راج عرفها هاد اليوم يا إخوان يخص الرايانير والمغادرة يا إخوان ديالها للمغرب طبي يتحالي إخوان غنبدو بالرحلات اللي هي استثنائية رحلات بحرية نظمتهم يا إخوان السفارة الفرنسية بمساعدة مع السلوطات المغربية ورحلة من هذا الرحلات يا إخوان رهنطلقة اليوم كنا ديجة تتكلمين عليها الرحلة ديال نهار تسعتاش والرحلة الماجية غدي تكون نهار 24 يا إخوان يوم الاثنين القادم ولذلك الناس اللي كيهم هالأمر يا إخوان يكفي أنها تشيل تويتر ودخل يا إخوان الصفحة الرسمية ديال الصفارة الفرنسية في المغرب وغتلقي إخوان الرابط هنا يا بطبيط حلي إخوان غتكريكيو عليه وغدي تدخلوا للصفحة اللي تتكلمين عليها ديجة غدي تعمروا هاد الاستمارة والناس اللي ديجة عمرتها بلا ما تعود تعمرها من جديد فهذا الرحلة البحرية يا إخوان راي قدروا يركبوا جميع المواطنين اللي كانوا في التحاد الأوروبي يعني حتى مواطنين مغاربة يالطاليان ولذلك الناس اللي ديجة عمرت يا إخوان الاستمارة سابقا باش بشي في الرحلة ديال 19 ركف مقالة القنصرية الشركة يا إخوان اللي كدير هاد الرحلات هي اللي غدي تصل بالناس اللي ديجة صيفته لذلك اللي عمر الاستمارة باش بشي في الرحلة ديال نهار 19 ومعايتوش لي كاينة إمكاني أنه معايتو لي في الرحلة ديال نهار 24 واللي ما عمرش يعمر يا إخوان ويتصنى الظهر دياله وخي يعني أنا هاد العملية ديال أنا كتصافة للشركة والشركة هي اللي كتعيط لك وهي اللي كتحدد ثماني إخوان والثمانة راه ما معروفش لذلك راه عملية إخوان غريبة المهم ما علينا اللي كيني إخوان هو هدف الجديد ديال رحلات البحرية فيما يخصي إخوان الحدود المغربية الخبر اللي انتاشر واللي طبعا يدح لي إخوان تكلم عليه مصدر من وزارة الصحة المغربية هو أنه أوميكرون تؤخر فتح الحدود المغربية وعلى حسب ما قال هذا المصدر اللي تكلم معه إسبريسي إخوان هو أنه أوميكرون غدي تدير ضغط على المستشفيات المغربية في الأسبوعين القادمين لذلك من الصعب جدا أنه الحدود تفتح فهذه الأيام القادمة ومن الصعب أنها تفتح نهر 31 في شهر واحد وزاد قال بالله أنه ماشي وزارة الصحة هي اللي كتحدد يعني ماشي اللجنة العلمية وماشي وزارة الصحة ولكن واحد للجنة وزارية داخل في عدة وزارتي إخوان من بينها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وطبع يتحلي إخوان هي اللي كتحدد بين بعد ما أنه كتشوف عدة معايير ووش الحدود تفتحه للا زيادة على هذا والحاجة اللي غدي نبغي نذكر بها واللي هي جد مهمة يا إخوان هو أنه كيفما قالت اللجنة العلمية والتقنية راه ما كينحتشي منفعة أنك سبقصاد الحدود وانت عندك واحد الشعب اللي ما كيحترمش الحجر الصحي شعب اللي كيطلع بوزيتيف اليوم والعشية كتلقى غالس فلقا وكتفرج في المنتخب وضيرا بهم يتواحد لذلك يا إخوان شعب اللي ما كيرتديش الكمامة شعب اللي فيه يا إخوان كورونا وما كيبشيش يدير تحليل شعب يا إخوان اللي مزاحف القصاريات ومزاحف يعني الأسواق ما كينحتشي فائدة أنك تسد الحدود أمام مواطنين اللي غيدخلوا دير الجرعة ديال الجلبة ودخل معهم بتحليل لذلك يا إخوان راه من الغرابة أنك تبقصاد الحدود أمام مواطنين لما غيجيبوش تغير بل غيكونوا يا إخوان واحد نقطة على الأقل نقطة الضوء هما على الأقل غيدروا الكمامة هما على الأقل جالبا في حين أنه المواطنين اللي عندك في المغرب راه لا حول ولا قوة إلا بالله يا إخوان إلا بقوصات ديال الحدود يعني المنطق والعلم والعلمات يقول لك الحدود خاصة تفتح لأنه الغلق دياله ما عدوا باش غينفع المغرب وما عدوا باش غينفع يعني السبيطارات ديال المغرب الناس اللي كتجي كتجي جالبة محمية ويعني ما غدخلش لك الفيروس ولهذا غادي تقول يا أوميكرون غادي تدير الضغط على السبيطارات إحنا كنت أسفل هذا الوضع اللي ربما يقدر يكون في السبيطارات ولكن تاني راه بزاف هاد القرارات تبقى سعد الحدود راه ما عندها حتى شي معنا زيادة على هذي يا إخوان أخبار راجط اليوم واللي كيف ما كنتشوفوا معاي إخوان من عدس مواقع تتكلم على أنه رايانيري إخوان ربما تغادر بالمرة يعني ما شي غادي تغادرها مؤقتا ولكن بالمرة غادي تغادر المطارات المغربية وهذا الشي جامل بعدما أنه كان واحد نقاشي إخوان حاد وهذا الشي اللي لاحظناه مؤخرا ما بيني إخوان رايانير وكذلك السلطات المغربية والريانيري إخوان رأيه ديجا السنة الماضية كانت سدات وحيدت جميع الخطوط ديالها إلى غاية شارجوش ولذلك حالني إخوان واش هذا الخبر صحيح أو هو خبر زائف اللي نقدر نقول لكم هو أنه المصدر ديال هذي الخبر هو هذ الموقع اللي كتشوفه سميته يا إخوان مغرب انتليجونس واللي بطبيعة حالي إخوان لا أظن أنه هذ الموقع غايكون عنده واحد للمصدر قويل درج أنه غادي يقول راه الشركة غادي تحيد من المغرب وطبيعة حالي إخوان للشركة في المصلحة ديالها أنها تحيد الرحلة ديالها اللي عندها في المغرب للمغرب في المصلحة دياله أنه يجري على شركة كبيرة بحالة رايانير لأنه الشركة ديال الرايانير كتجيب سياح كتجيب مواطنين المغاربة اللي كيدخلوا يا إخوان العملة الصعبة كتجيب ناس اللي غادي سهموا في الاقتصاد وانتعاشة الاقتصاد المغربي والشركة في حداتها عنده خطوط كتير يا إخوان وعندها بزاف ديال المطارات في المغرب اللي عندها يا إخوان ديبو ديالها فيهم ولذلك مستبعد جدا أنها تسمح فيهم واللي كيتعتبر يا إخوان مداخل ديال الفلوس صحيحة بزاف لذلك واش هذا الخبر صحيح ولله كنذكركم أنه والشركة براسها يا إخوان من نسبة الحدود يا إخوان في الأخر ديال السنة الماضية راه ميتين وثلاثين ألف شخص اللي كانوا مقطعا معاها وقدروا يا إخوان بسبب القرار اللي خذت هي واختوا السلطات المغربية لذلك يا إخوان ترافي كتير بزاف ما كندرش أنا غا تسمح فيه وهذا الخبر راه ما كنتشي صحيفة اللي هي كبيرة رسمية كنت تتكلم عني راعير صحيفة صغيرة هزت هذا الخبر والصحف الأخرى يا إخوان حيتعارف أنه الجالية المغربية يعني كتتسنى وكتترقب يا إخوان أراك يلعبوا يا إخوان بالأحاسي زيالة الناس لذلك لمشون شوفوا يا إخوان خبر آخر وهو يا إخوان اللي كيتعلق بالسفارة الإيطالية في المغرب اللي فتحت يا إخوان صفحة جديدة فتحتها هذه يومين في الفيسبوك وطبيط حالي إخوان يكفي أنكم تدخلوا لها الصفحة وتمشيوا لها الصورة وتشوفوا المعاناة ديت الناس يعني الناس اللي كتسنى إخوان الفيزا ديت تجمع العائلي أكتر من 14 أشهر وهم كتسنى طالبات اللي تدفعت في شهر 10 يا إخوان بقى ما خرجاتش ولذلك هد تعطال بززاف أنا كن قرأ التعليق يقولي سفين تتكلم عن التعطال على شكين الإخوان أراها ما كين تشي حاجة رسمية اللي كتتكلم عن التعطال الحاجة الوحيدة ولذلك عقود العمل زيادة على أنهم كانوا سدوا واحد الفترة والناس دفعت كلها في دقة كان عندهم واحد الضغط بالزاف ولذلك تجمعوا لي يا إخوان الفيزات بالزاف وحاليا نخدموا بواحد الروطار تقريبا دي الربع شهر كان كلام على أنه ربما غير يدخلوا ناس كثيرة باش تخدمي إخوان البراتيكات ولكن يا إخوان على حسب التعطال اللي كين حاليا رأي الله يحسن العواني إخوان هادي الناس لعانات معانات كبيرة والله اللي عانم بهم يا إخوان باش يأخذوا نولا وسطا من البرفيتورات هنا ومني مشو دفع يا إخوان الفيزا في القنصلية دي المغرب كيتسنوا أربعة أشهر وما أكثر يعني الناس اللي كتعلق كلها يا إخوان كتسنوا ربع شهر يعني ربع شهر بقى ما خرجاتش وبطبيعة الحال يا إخوان هادي الناس اللي كتسافت كذلك رسالات يا إخوان والإيميل القنصلية الإيطالية ما كان حتشي جواب نهائيا حتشي واحد يا إخوان ما نصوق لهم وكيعاني وفي الصمس لذلك يا إخوان النصيحة الأولى اللي غادي نقول لكم هو أنه الواحد يصبر يا إخوان وإن شاء الله رغا دي عايطوا له وإن شاء الله غايقضي الغارات دياله وغايجي لإيطاليا وغاي التاحق يعني بالعائلة دياله وعير صبر يا إخوان وصراحة لا يوجد شيئا اللي تديره من ناحية القانونية هو متى وما تقول لك نحن علينا ضغط وما نقدرون يلتشي حاجة أخرى وغادم بالجهد ديالنا ولذلك وخات بغي تدير شيئا لا يوجد شيئا لأنه يا إخوان الله يجعل الخير والله يسهل عليكم ما تشير الواحد يقول فهذا الفقر يا إخوان سنتكلموا على الاجتماع اللي كان اليوم في وزارة يا إخوان الاقتصاد واللي كان كذلك بحضور يا إخوان الوزير جورجاتي تكلموا فيها على القانون ديال التعويضات الجديد وكذلك يا إخوان القانون اللي بغني ديرو باش ينقصوا يا إخوان لعبئ يا إخوان ديال الزيادات فيما يخص الطاقة على المستهلكين وعلى المواطنين وكذلك على الشركات كنت تكلموا يا إخوان على حاليا الحكومة الإيطالية كنت تتكلم على تقريبا تقدر تحطي إخوان من ربعة حتى الخمسة المليار ديال الأورو باش يعني تنقص يا إخوان هذك الزيادة اللي غادي تكون في البوليطات وكذلك خصوصا على الشركات ولكن يا إخوان هذ الفلوس اللي غادي تحط الحكومة الإيطالية ما كافينش نهائيا نذكركم بلا أنه يا إخوان ثمن ديال الغاز مقارنة بالثمن اللي كان عنده قبل يا إخوان من بداية الوباء راه تزاد وتضاعف بسبعة المرات يعني النسبة هي إخوان ديال 723% يعني إخوان الثمن غلاء وغلبوا حتى طريقة كبيرة بالزاف لعيب على الشركات من هنا حتى النهاية السنة سيكون 37 مليار ديال الأورو الشركات المنتجة والقيطاع الاقتصادي هنا في إيطاليا ومن الحكومة تقول لك أنا سأضع 4-5 مليار فيها جوش المليار ديال The Creator Story مرسوم تعويضات يعني كنت تكلموا على أشياء قليلة والشركات فعلا تقولوا هاتش ما كافيش كين كذلك إخوان واحد جوش المليار التي ستضع الحكومة من أجل تعويض القيطاع السياحي والقيطاع سبور وكذلك القيطاع الترفيه من بينهم الدسكوتكات اللي كانوا صدو بدرجة كبيرة بزاف وزيادة على هذا كين كذلك بعض القيطاعات من بين هاتش القيطاع تجميل ودير الحلاقة اللي كيقولوا بلا أنه ضر بزاف من الحالة الوبائية و20% ديال الشركات والبرتية اللي كانت خدام في الحلاقة وفي التشاندري ستاتيشي صدت بسبب هذا الوباء لذلك حتى هم يطالبوا شركة تدير فيه الحكومة وخيعني مجهود كبير بزاف بشيء وتحط 45 مليار ما سهل ولكن يبقى قليل بزاف وكيف ما قال اليوم في البرلمان الإيطالي الوزير التحول البيئي قال لأنه لا نقدر نبقى مستمرين بهذه السياسة كل ثلاث أشهر سنضع فلوس كاش بش نزل عير شوية من الارتفاعات التي تكون بأرقام كبيرة بزاف ولذلك إذا كانت الارتفاعات ستكون مثلا في هذا حال 37 مليار التي ستكون على القيطاع الصناعي والإنتاج لا يمكن أن الحكومة تضعوا هذه القيمة 3 أو 4 مليار لذلك نجد حلول هيكلية يعني تكون حاجة التي تستمت على الحكومة الإيطالية في المدى الطويل ولهذا يحدث الساعة سنتكلم على القانون الرسطور والتعويضات التي ستخرج وما هي القطاعات التي ستدخلها فيها وما هي السفد من الكسة الإنتاجراتيونية وما هي السفد والبرتية التي ستتم تعويض ولكن حاليا هي الزيادات كثيرة ناهيك على أن عير لسانس تزاد 20% مقارنة بالسنة الماضية والقاز والي تزاد بنسبة 21.6% مقارنة بالسنة الماضية ناهيك والتدخم الذي ينحل يجعل المواد الغذائية تغلب الكثير والشيء الوحيد الذي لا يزاد فيها حتى 10.1% تبقى هي الخلصة المواطنين هذا ما الذي تشده 4-50 سنة لا يزال تشده اليوم ولكن اليوم ستزاد الضوء الغاز الزوز 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 يشاهد خير ويجعل الخير والله يشاهد من حل الناس فهذا الفقرة سوف تترق الأخبار الجالية وخبر سريع من مدينة سان فالنتينو التي تتواجد فراد جيميليا مواطنة مغربية 64 سنة وهذا النقطة نحضر منها الناس يجب البرد ويجب يستعمل المجمر لكي يسخن المجمر يجب نحضر من الخطر وحيط منك المجمر في مكان يمغلوق ويجب الأكسجين ويجب يجب أنه يكون أكسيد الكربون وهو الغاز سام ويقدر الله يقشر الإنسان ولذلك نهار الناس 4 ونص العشية والد السيدة يدخل ويقابل لأنه صغفان ويجب الإسعاف ويجب 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 ويحاول البارما لأنه في البارما يعلاج بالأكسجين عالي الضغط يعني بحل وحد القرعة يدخل لها الإنسان ويكون في علاج بالأكسجين يعني حيث الناس يكون عندهم تقريبا تسمم على المستوى دي الرئي لذلك هذ القضية الحمد لله سهلت بخير وهذ السيدة راح البارح خرجت من السبيطار لحال ديالها مزيانة دابة ولكن المجمرة راح ما معه ضحك نهائيا لا قدر الله هات السيدة كلما تدخل لولد ديال هو ما شافاش لا قدر الله وإحنا كنتم نتمنى يا إخوان طول العمر كانت تقدر تكون الكاريتا ولذلك الناس يا إخوان تحاول تبعد على الفاخر عارف بالله أنه الغاز التمندي لو طلع بالزاف عارف بالله أنه السخونية مكلفة ولكن يا إخوان اللهم الواحد يستعمل أراه كنت تكلم عن عن هذه القنينات وهذه الجلدات اللي كعمروا من مسخون وتقدر تحطنهم في الفراش وكي سخنوا لذلك هذا يا إخوان أقل حاجة الواحد يديرها باش يبعد من الخطر ديال المجمر وفيما يخص خبر آخر يا إخوان يتعلق بالشاب المغربي اللي كان قج من أجل الغيرة ولي بطبيعة يا إخوان هذه الدرية اللي كان عليها الصداع وهذا هو الشاب المغربي اللي على حساب الصحف كل مرة هاد البنت اللي كان نايد عليها الصداع ويعني بانت شي أشياء وخحتها يا إخوان راه متهمة حاليا بالفافوري جامينتو يعني بحال زعمات على عملية القتل يا إخوان يعني هاد راه ما صار تقني قدائخ الصلاب دم يكون ومن بعد غير يشوفوا وش يتابعوها وللله ولكن على حساب ما تبيين هو أنه هاد الشاب المغربي يا إخوان كان بغي يدير واحد الحيلة يا إخوان باش يبعد عليه الشوكوك ديال الشرطة ولكن كيفما كي كتب الكوريا لدينا صار يا إخوان الشرطة استعملت معايا واحد الحيلة اللي هي وهمته في التحقيق بلا أنه عنده أديلة كتبت أنه هو اللي قتل هو يا إخوان من بعد عتارف وخال بوليس ما كان شد عليه التشي حاجة ناهيك لأنه باش يوهم الشرطة را كان نهار اللي قبل يا إخوان خرج معا أصدقاء أخرين يقلب عليه يعني قتله وخرج يقلب عليه إخوان بطبيعة الحال على حساب ما قال هو وهذا ما قال هو راهم ما كيتبتو يا إخوان الطيب الشرعي لأنه الطيب الشرعي يقول من بعد يعني ما داروا عليه إخوان هذا الدري السرب اللي توفى داروا عليه إخوان تشريح الجثة تبين بلا أنه قجزو بواحد سير ديال الصباط وهو قال لهم أنا يراه بشي تكلمت معا لما تبقى مع ذلك الفنت وهو عير ني وضربني وأنا شديته بدراعي وقجي وفعونغو ولذلك إخوان على حساب ما يعودوا الخبر اللي قال الفنت قال أنه ستصل بيا سيد الليمات وقال يبلا أنه الشاب المغربي كعي يسميت عالي عي وكيبكي 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 يتفارق معه ولذلك يجبكي وكيبكي ونقش ومن ثم يجبكي وكانوا أصدقاء يعني كانوا صحاب والأم الشاب المغربي التي كانت بينات شاربة قالت لي لذلك وكانت شاربة كانت يعني وكان بسبب الغير وصلوا للمشاكل كبيرة فهذا سوف نرى القرار الذي اخدر رئيس البريطاني بوريش جونسون والذي حيت جميع القوانين التشديدية التي تخص الكوفيد وقال اليوم في البرلمان البريطاني أنه ابتداء من سبعة وعشرين في شهر واحد لا يبقى إلزامي ارتداء الكمامة وذات قال لأنه حتى النصيحة التي تعطيت الحكومة سابقا أن الناس تخدم قدر المستطاع من المنازل يعني موظفين قالوا محتى ديك النصيحة يعني كنحيدوها وكان نصحوا الناس أنها تشي تخدم من المكاتب ديالها الرسمية وكذلك إخوان حتى هذك الجريم باس اللي كان عندهم نقدروا نسميوه ميني جريم باس لأنه الاستعمال دياله ما كانش كيف الاستعمال اللي كان حالين في إيطاليا كانوا كي يستعملوا يا إخوان عير في المحافلة الكبرى وكذلك الناس اللي كتبغي تدخل لملاهي الليلية في حين أنه باقي القطاعات ما كانش كيتلبو فيها نهائية الجريم باس هادش بطبيعي يتحلي إخوان غادي ينتاهي ابتداءاً من 27 في شهر واحد وزاد قال بلا أنه ابتداءاً من غداء ما غا تبقاش إلزامية ارتداء المسكرينة يا إخوان والكمامة في الأقسام ديال المدارس وزاد قال كذلك بلا أنه في البلاد ما غاديش مبقوا لزموا على الناس أنها تلبس المسكرينة غادي نصحوهم أنهم إلا دخلوا الواحد بلاسة مسدودة أو كان فيها الزحم بزاف من الأحسن أنهم يدروا الكمامة ولكن سننتقف الشعب البريطاني والذي يفضل أنه لا يرتديها تحتفل أماكن المزاحمة لا نعطيه غرامات مالية ولذلك يا إخوان هذا الشيء يأتي من بعدما أنه بريطاني تسجل أرقام قياسية فيما يخص الجروعات الثالثة يعني شعب محمي بها طريقة كبيرة وكذلك يأتي من بعد الفضائح والذي طرعت مع الحكومة بوريش جونسون كنت أذكركم بلا أنه في شهر خمسة سنة 2020 مني كانت بريطانيا في حجر صحي الشعب كامل ملزم عني أنه يدير الحجر الصحي وما يطلقاش وما يخرش ولكن بعض الوزراء الحكومة كانوا من ضمن حفالة في المقار الحكومي وخرجت تصاور مؤخرا وهو علف الأسابيع الماضية طلب السماحة يومين من بعد ما طلب السماحة كنت تخرج صحيفة أخرى وكنت نشر صور أخرى ديال واحد الاحتفال اللي بقى مطولي إخوان تلساعات ومتأخرة في نفس النهار اللي كانت الجنازة ديال الأمير وزوجي إخوان المالكة ديال البلاد اللي كانت درت لي جنازة رسمية بدون ما يكون حضر حتى شي لأنه كانت قيود وكان سرامة في القوانين ولكن هو كان دير واحد الاحتفال في واحد القصر الحكومي هو وبعض البرلمانيين ونصف الحكومة ديالو باش يودعوا يا إخوان رئيس والمكلف على القسم ديال التواصل اللي كان خرج يا إخوان تقاعد ولهذا فضيحة ثانية عنده حالين إخوان تهديد بسحب التيقة ديالو ماشي من البرلمان ولكن من الحزب ديالو وبغني خرجوه ولذلك كين كلم على أنه هو يا إخوان خرج حايد يا إخوان جميع هذوك القيود المشددة اللي كانت في البلاد من أجل يا إخوان إرضاء الشعب وكذلك بش ما يبقش عليه ذاك الضغط كبير يا إخوان حول هذو الفضائح اللي كتهم الحكومة ديالو